أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير إلى بقية الآيات تحديد العلاقة كما قلنا بين المسلمين وبين المشركين من جهة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى أي أهل الكتاب من جهة خلصنا من هذا من أول السورة سورة البراءة هذه السورة المدنية انتهى تحديد العلاقة بين المسلمين وبين المشركين وأهل الكتاب الآن شنو يجي؟ الآن أكو موضوع خاص هنا قبل أن ننتقل إلى قضية كبرى وهي غزوة أو حرب مؤتة أكو كانت عادة في الجاهلية امتداد هذه العادة امتداد من زمن إبراهيم عليه السلام إلى بقية الأنبياء إلى زمان بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العادة شنو كانت؟ عادة زينة كانت لأنه أسسها إبراهيم عادة كانت العرب مع الأسف وغير العرب أيضا دائما عندهم غزوات دائما عندهم حروب دائما عندهم غارات من بعضهم على بعضهم شيء عجيب لمن يقرى الإنسان تاريخ العرب في الجزيرة العربية وغير العرب في ذلك اليوم في ذلك العصر كل حروب عشيرة تغزو عشيرة قبيلة تغير على قبيلة ويسرقون ويصنع شغلهم كان هذا الحرب كانت عادة في المدينة هو معروف أربعين سنة حرب بين الأوز والخزرج إلى أن جاء النبي وصالح بينهم وصار من أصحاب النبي متآلفين الأنبياء كانوا يجون حتى يوقفوا هذه الحروب وتدري بالحروب شنصير ذيك الأيام خبعد مصيبة أولا كان كثير من الناس يقتلون تهرق دماؤهم عوائلهم شنصير تشرد يأخذون أسرة البنات يأخذوهم وهكذا يعني في المجتمع مهترئ دائماً بها حروب وما إلى قيمة يعني حروب على أشياء تافهة فد واحد غلطان على واحد من ذاك العشيرة تندلع حرب وهكذا وبعد ماكو أن هذا الشخص اعتدى نحن بالإسلام شنو عندنا بالإسلام هذا القانون الحق الصحيح فلان من أي عشيرة يكون ما يخالفه هذا يعتدي على فلان من عشيرة أخرى منو يأخذونا هو هذا هذا المعتدي أما كل العشيرة تبتلي بحروب هذه مصيبة يعني هذه الحروب كانت متداولة عند العرب وغير العرب أيضاً سيبعدين أنت تقرأ حتى هالأواخر تاريخ أوروبا كنت أقرأ كلها حروب كانت اللي أنا شوي يتعقلوا جاينا على الضعفات بيناتهم اتفقوا العادة الجيدة التي أسسها أو سنها إبراهيم عليه السلام كما في التاريخ عادة الأشهر الحرم الحرم جمع الحرام الأشهر الحرم شنو يا بأ انتوا تحاربون ما يخالف خلوا تصير هدنة هدنة موقتة مو هدنة كاملة هو المقصود الهدنة الكاملة المستمرة بس إذا متقبلون هدنة كاملة مستمرة لا أقل في السنة في كل عام سووا هدنة أربعة شهور فقط هذه السنة إبراهيمية والعجيب أنها استمرت إلى هذا اليوم عفواً مو هذا اليوم طبعاً نحن نعتقد بالأشهر الحرم بس قضية القتال وغنى ما عدنا الآن ذاك اليوم استمر إلى زمن الرسول هذه الأشهر شنو هي؟ معروفة ذو القعدة ذو الحجة محرم بعدين يطفر يروح لين؟ لرجب أربعة شهر شنو الفلسفة؟ شنو العلة؟ شنو الحكمة؟ كما نقرأ في الروايات والتأثير اللي كان عنده هاي الأشهر الحرم أنه تنسي الناس من القتال ثلاثة شهر محاربين متقاتلين متى؟ ذو القعدة وذو الحجة محرم وراء بعض بعضين أفواً قبل متقاتلين إلى أن وصل ذو القعدة بعضين يقول لهم لا ذو القعدة حرام لا تقاتلوا وبعد ذو الحجة محرام محربة محرام المقاتل اللي ثلاثة شهر توقفت الحرب عنده شي يصير؟ يصير عنده راكد تواني يصير بعدين هنا في هالثلاثة شهر كانت تصير مصالحات بين العشائر يعني يجون الكبارية يقعدون مع بعض بابا ليش نتعارك؟ ليش نتقاتل؟ تعالوا شوي احنا نطيكم فلوس انتم تططونا فلوس يصير صلح بعدين هم يتعاركون شوقت؟ صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادة الأولى جمادة الثانية هم يجي وقت شنو؟ رجب هنا يتوقف الحرب تتوقف محرم هذا من الأشهر الحرب أيضاً تصير فترة بين فصلين من السنة بين مجموعتين من الشهور هذه السنة وضعها إبراهيم سلام الله عليه واستمرت إلى الجاهلية إجا الإسلام هاي المقدمة يسمعوا حتى نروح للآية إجا الإسلام أقر هذه السنة قال خوش سنة أساساً الإسلام جاي حتى الحروب تتوقف ليش تتحاربون مع بعض هسه تتحاربون ما يخالف أربعة شهر هدنة شانو شي سوؤون الجاهليين واستمرت إلى زمن الرسول يسوون نسيئ نسيئ شنو؟ يسرقون شهر من نانة يخلون بكالة شهر آخر يسرقون شهر من نانة يخلون بكالة شهر آخر مثلا ثلاثة شهر أكو شنو؟ أكو هدنة ذو القاعدة ذو الحجة محرم يقول لا محرم نقاتل مكان وين نخلي صفر نخلي وهكذا يلعبون بالأشهر هذه السنة أبطلها الإسلام قال ما كوتشي هذه خلاصة النسيئ أما شنو إذا قاتلونا شنسوي؟ إسا الإسلام جاي يريد الصلح يريد السلام النسيئ ما يقبله أربعة شهر حرم بس إذا في الأشهر الحرم هم قاتلونا شنسوي؟ نحن نقول لا إحنا هاي الأشهر حرام القتال هاي ناكلها ناكل الضربات نقتل؟ إذا كبعث الضرش استثنائي إذا هاجم العدو علينا حتى في الشهر الحرام نحن ندافع كما صار في عشرة عشراء هاجموا على الحسين وأصحابه في شهر الحرام وهو شهره محرم هناك بعد يجب على الإمام الحسين أن يدافع عن نفسه كما دافع واستشهد سلام الله عنه هذه مقدمة حتى نعرف شنو الآيات اللي بعدين نجي على قضية مؤتة آي بعدين نشرح مقدمة لقضية الأشهر الحرام الله يبين القانون الطبيعي للتقويم الطبيعي الليل والنهار أنتوا قارئين بالمدرسة بحقا شلون يصير دوران الكرة الأرضية حول الشمس دوران الكرة الأرضية حول الشمس سنة كاملة يشكل العام يعني صير شنو سنة تتذكرون بالمدرسة الشهر الشهر يصير دوران القمر حول الأرض حول الأرض دوران القمر حول الأرض 24 ساعة يصير ليله نهار هذا الشيء منه سوى الله سبحانه وتعالى من وقت من أي وقت من يوم اللي يجي الإسلام لا من أول خلق السماوات والأرض عجيبا يعني عندما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض المنظومة الشمسية إلنة يعني هناك خمسين ألف خمظومة شمسية أكو ذلك ما أعلن بهم نحن علينا بالكرة الأرضية هاي الكرة الأرضية بيها قانون طبيعي تقويم لا يختلف أنملة عجيبة يعني ولا لحظة يختلف هذا القانون يعني إذا واحد عالم فلك شو يقره الكتب حلوة كتب الفلك إذا واحد عالم فلكي يقدر يقول لك طبعا بالحساب ما له مو شكل يقعد يتفلسف بالحساب الفلكي يقدر يقول لك بعد خمسين سنة الشمس في الكويت في بناد الجهار متى تبزغ تطلع ومن أين تطلع لأنه مشارق الشمس ثلاثمائة وخمسة وستين مشارق إلى كل يوم شكل كل يوم مكان شوية يتأخر يتقدم في أي لحظة تبزغ الشمس وفي أي لحظة تغيب الشمس ومتى يصير الفجر بالثانية يقدر يقول لك عالم الفلك شلون يقدر يقول لك بهذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طولنا شوية المقدمة إن عدة الشهور عند الله عند الله وايها يعني من عدكم لسه تقويم الله أعوذ تقويم طبيعي كل واحد يقدر يفهمه يعني حتى القروي في أدنى البرازيل في الجبال في الغابات يقدر يفتهم هذا التقويم إن عدة الشهور عند الله في السنة يعني إثنى عشرة شهرا لماذا إثنى عشرة شهرا لأن قلنا دوران القمر حول الأرض ما يصير الأرض عفلا الأرض حول الشمس يسوي الشهر ما شتبعنا سنة يصير يصير إثنى عشرة شهرا والشهر من بزوغ الهلال إلى غروب الهلال الهلال لما يبزغ عندنا يصير أول شهر رمضان لما يدتهي يصير قمر خمسطاعش ليلة أربوطاعش ليلة بعدين يخيف يخيف إلى أن يصير ضعيف كالعرجون القديم بعدين يقتفي هذا يصير شهر يصير إثنى عشرة شهرا في كتاب الله كتاب الله يعني شنو بعض يفسرون كتاب الله يعني اللوح المحفوظ أنا أشوف شفت أيضا كتب تفسيرية اليوم كتاب الله يعني كتاب الخلقة يعني الخلقة هكذا إثنى عشرة شهرين في كتاب الله الخلقي خلقة الله خلقة الله هكذا ليش لأن بعدين يقول يوم خلق السماوات والأرض فمعنات الكتاب الله مو يعني في القرآن في التوراة في الإنجيب هم يمكن نقول في الأديان مع صحيح يعني الأديان أيضا تقبل أنك الأشهر 12 شهر كل الأديان تقبل هذا الشيء يعني لأن تسأل نصراني تقول له كم شهر عندكم بالسنة يقول 12 يهودي 12 مجوسي 12 ملحد حتى تقول له يقول 12 شهر أكو بالسنة ماكو اختلافي هذا هذا كتاب الله متى صار هذا يوم خلق السماوات والأرض هذا واضح من هذه الأشهر الـ 12 منها أربعة حرم ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب هذه أشهر محرمة ذلك الدين القيم الدين الصحيح المطابق للواقع والطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى هذا الدين هذا الحكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم لتقتلوا بعضكم لتظلموا بعضكم هذه الأشهر أشهر هدنة لتخفيف الحروب طيب إذا هجموا علينا شلون وقاتلوا المشركين كاف إذا هم هجموا عليكم قاتلوهم طبيعي بعض لازم ندافع كما يقاتلونكم كافة هذه كافة يعني هم يجون مجتمعين على قلب واحد أنتم لسه اختلافات بيناتكم خلافات لسه وبيناتكم كافة يعني كفوا عن النزاع وصوروا صيروا يداً واحدة واعلموا أن الله مع المتقين اديروا بالكم في الحروب انتبهوا للتقوى لا تظلموا النساء لا تقطعوا الأشجار إذا واحد هرب عيفو خل يروح لا تغيروا على المنازل على البساتين هذه القوانين الحرب عجيبة في الفقه الإسلامي موجود في كتاب الجهاد في كل الكتب الفقهية حقيقة رائعة لأن كل القيم الإنسانية والأخلاقية موجودة في الحروب التي قادها رسول الله والأئمة عليهم السلام حسنا نجي إلى النسيء النسيء شنو قلنا أنه كانوا يلعبون بالأشهر ذو القعدة يشيلوا يغيروا طبعا هما ذو القعدة ما كانوا يغيروا أكثر شيء كانوا يغيرون المحرم ليش لأنه هذول كانوا يقاتلون إلى ذو القعدة ذو القعدة تصير هدنة وراء منه شنو يجي ذو الحجة ما يصير بينهم صلح محرم محرم حرام من الأشهر الحرم يقولوا لا لا الآن نقاتل نخلي مكانه شنو صفر وهكا يلعبون بالأشهر مع أن سنة إبراهيم إلى نبينا هذه كان على أساس الأشهر الحرم موقوتة يعني معينة ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب لا تغيروا شيء من الشعائر هذا في الشيء أيضا يدلنا على أن الله عند إصرار على التثبيت للقوانين التي قندت من قبل الأنبياء هاي لازم تبقى إنما النسيء زيادة في الكفر هما كفار يجون زيادة يسون في الكفر يعني يخيرون المعادلات القانونية التي قبلوها هم العشائر العربية ليش يظل به الذين كفروا هذا الظلال للذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما كيف بعض القبائل عندها مصالح تجارية عندها قضايا عندها مثلا المناسبات يقولون لا بس هالشهر نقاتل نغيره نخلي شهر ثاني حرام ظلال يصير يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر التي حرمها الله كم شهر صار أربعة ليواطئوا هم بالنتجة كانوا يغيرون في الوقت فقط ولكن ما كانوا يغيرون في الأربعة أشهر ليواطئوا يعني يشيل محرم يخلي مكانه شنو صفر فش قيد يصير يصير هم أربعة أشهر بس يغيرون الوقت ليواطئوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله بدال ما يمشون على تخطيط الله وأمر الله يغيرون الحرام يخلون مكانه حلال الحلال يشيلون يخلون مكانه حرام هذا شنو زين لهم سوء أعمالهم هذه قضيمة زين لهم سوء أعمالهم كثير تكررت هذه الجملة في القرآن من يزين لنا أعمالنا عادة لما نفكر زين نشوف أن الشيطان يزين لنا أعمالنا النفس الأمارة بالسوء شنو شغلها أيضا تزين فبالنتيجة الإنسان يصير عنده طبيعة غير صحيحة شافين بعض الناس تقول له هذا العمل مو زين ترى يتعجر بيستغرب ليش مو زين متعود عليها النفس تزين له والشيطان يزين له هو شيء قبيح يصير عنده شنو جميل ورائع تكراد الذنوب إخواني وعدم التوبة وعدم الرجوع إلى الله يصير يتصير حالة عند الإنسان المعصية تصير عادية عنده هذا تزين النفس زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي يعني بالقوة لا الكافر عندما لا يريد هو باختياره وانتخابه لا يريد الهداية اللهم يترك يقول روح كيفك هذا مو معناة الجبر دائما نقول كل هذه الآيات التي تشير إلى إضلال الله وهداية الله معناة شنو معناة أن الإنسان يختار الخير فالله يوفقه يختار الشر فالله يتركه يقول روح كيفك ما يتدي الخير انتخب انت مقدار هذا معنى الهداية ومعنى الإضلال هنا انتهت هذه تقريبا هاتين الآيتين كانت بين قوسين الآيات التي قرناها في سورة البراءة سورة التوبة من أول السورة إلى البارحة شنو كانت تحديد العلاقات الاجتماعية والسياسية والقانونية بين المسلمين وبين المشركين من جهة بين اليهود وبين النصارى والمسلمين خلصنا منها هنا فتحنا قوس أو الله فتح قوس قال قضية الأشهر وقضية النسيء جاوها حتى يؤكد على قضية مهمة من الآن ندخل في موضوع آخر شنو هذا الموضوع تذكرون شنو قلنا من الليلة الأولى قلنا أن هذه السورة سورة مدنية متى نزلت من يذكر في السنة التاسعة أحسنتم في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة في السنة الثامنة وبعد فتح الطائف ومعركة حنين اللي كانت اثنيناتهم في السنة الثامنة خلصوا المسلمين اجوا إلى المدينة هذه السورة نزلت وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صلوات الليلة ما سونا صلوات اللهم صل على محمد وآله هذه الصلوات فيها بركات وتدرون من بركاتها أنه ينزع النوم أيضا والنعاس اللهم صلى على محمد وآله وسلم رأيت في حديث بالمناسبة رأيت في حديث أن رفع الصوت مضمون الحديث رفع الصوت لمن نصلي على النبي وآله شكلا نصلي بيني وبين قلبي اللهم صلى على محمد وآله وسلم مستحاب ولهو ثواب ولكن عادة في المجال سنسوي بصوت عالي هذا شنو أثرت في الحديث أن من يرفع الصوت بالصلاة على النبي وآله يدفع ويرفع النفاق من قلبه اللهم صلى على محمد وآله محمد هذه من آثار الجهر بالصلاة على النبي وآله خب لمن وصل النبي إلى المدينة جاءت الأخبار يا رسول الله الروم يستعدون يهجمون على المدينة الروم منه جغرافيا قارن أنتوا يا شباب الجزيرة العربية تمتاد إلى الأردن تقريبا رايحين بالطريق البر بعد أو لا يعني الحجاز يروح إلى حدود الأردن الأردن بعدين يبدأ إلى سوريا إلى تركيا إلى أوروبا الغربية هاي المنطقة من داردنيل يعني المضيق داردنيل في إسطنبول إلى الأردن إلى فلسطين إلى لبنان إلى الأردن هذه يسموه الروم الشرقية هناك يسموه بعد إسطنبول شي يسموه الروم الغربية فبالنتيجة هو روم إختلافات بينهم الآن ماكو روم الشرقية الغربية كلها صايرة بعضها بلاد عربية إسلامية بعضهم صايرة غربية أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية ما علن بيهم فبالنتيجة الجزيرة العربية متاخمة لمن للروم الشرقية بدايتها من الأردن وانت طالع إلى الشامات أتى الخبار إلى رسول الله يا رسول الله القوم يستعدون للتجهيز لحرب قوية و آلاف الجنود والضباط والأسلحة والإمكانات العسكرية الاستعداد العسكرية للهجوم على المدينة خلص بعد لأن وصلت الأخبار أن المدينة صارت مركز للإسلام والعرب صاروا مسلمين فشافوا هذا خطر يصير تقدم لهم وبالفعل أمصار بعد تعالوا نهجم على المدينة ونخلص الموضوع نقتل الرسول ونقتل المسلمين ونحتل المدينة ويصير قديما كان هل شكل بعد يغزون حتى قرأت اليمن شنو جانت اليمن كانت بيد الفرس بيد الإيرانيين كانت اليمن قرأت في تاريخ آخر أنه سوريا لبنان كل هذا إلى فلسطين كله أربعين سنة كانت تحت حكم الفرس فترة من الزمن وهكذا غزو كان يصير أربعين فعندما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يستعد عادة قبل الحروب النبي ما كان يوضح للمسلمين التخطيط العسكري حتى أنا شفت في بعض التاريخ أنه ما كان يقول وين رايحين يقول استعدوا خلص جيشا ما كترها قلناك كم مرة جيش إسلامي ما كو الجيش وين بالبيوت تطوع تعالوا للحرب تعالوا للقتل كل واحد يشيل السيفة ويرقب الفرس ما لو يجي جهاد في سبيل الله خلص شي غريب كان يعني ومن كيف يجي يعني من حب الدفاع عن الوطن وعن الدين يجي مو أنه مجبور يأخذ راتب إذا ما يجي يسجنوا لا ما كو هذا لعم كانوا منافقين يشوون وشوشة بالجيش هذا موجود في قضية مؤتة مؤتة وين مؤتة منطقة بين الجزيرة العربية والشام بين الأردن والشام هذه مؤتة رايحين إلا لو لا أنا رايح الآن في الأردن قبره جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه هناك استشهد في عرب مؤتة يزار سلام الله عليه هو مظلوم قليل يرحون المهم هالمرة النبي قام يوضح للمسلمين نحن نحن تذكيل تذكيل عليهم فكان من المفروض على رسول الله صلى الله عليه وآله 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 شوش جيد تخطيط عند الرسول أن يهيئ الناس يهيئ المسلمين هذه الآيات اللي رح نقراها قسم منها الليلة وقسم بكرة إن شاء الله تحكي تلك الحالات التي حدثت سلام عليه قبيل الذهاب إلى مؤتة أول هذه الآيات شنو لما وصل الخبر والنبي أذاع الخبر وقعدوا يا المسلمين ترستعدوا عن قتال عندنا مع حضارة الروم مسيحيين كلهم صارت بلبلة بعض قالهم الروح بعض قالهم ما الروح توهم جايين من الطائف توهم جايين من قضية حنين شلون هاي إلى متى ما زارعنا شتصير تجارتنا أغنامنا هاي شلون هاي إلى متى حروب ثمانين حرب صايرة من أول الإسلام إلى الآن يعني إلى مؤتة شنزوي نزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا الآن بعد الخطاب مول المشرك المشرك خلصنا منهم ما قال شغل الآن في داخلنا شصير مشكلة في داخل الجسم الإسلامي صير مشكلة يقعدون مع بعض أنه النبي يعني إلى متى يودين الهداية بعد بس بعد بس ما يفكرون إذا هم ميرحون إلى مؤتة مؤتة أتيهم يغيرون عليهم يحطمون المدينة كلها ما يفكرون الشكلة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا من النفير النفير العام سامعين ببعض الجهاد العام يسمون نفير إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله مو للغناء مو للسيطرة لا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم من كلمة الثقيل يجي يصير ثجير يقعد بالأرض هذا معناته اثاقلتم يعني تباطعتم سكنتم إلى الدنيا ما تركتم بيوتكم ما تركتم المدينة ما تركتم الزوجة والأولاد والتجارة والزراعة اثاقلتم إلى الأرض كيف كلمة أدبية رائعة مثل واحد مثل واحد ثجير صاير ما يقدر يتحرك بعد وقاعد على الأرض اثاقلتم إلى الأرض تدرون ليش أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تحبون أموالكم مزارعكم تجارتكم دكاكينكم أراضيتم بالحياة الدنيا اليوم شد أفكر وأنا أقرأ هذه الآيات وتفاصلة إحنا إذا تشدنا ذاك الوقت شلو كان موقفنا ترى هي صعبها بعد حروب وبعد مشاكل بعدين تعال شوي استقير يريد يسوي زراعته أو مثلا يربي أغنامه أنعامه بعدين يزوج ابنه يزوج بنته تعال روح للحرب وطوعا تعال روح وفلوس الحرب ما عليك يعني تجيب الفرس تجيب السيف تجيب الأكل الحكومة ولا شoot أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة يعني مقابل الآخرة فيه هنا يعني مقابل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل متاع هو الشيء الذي يتمتع به الإنسان مثلا ثوب عنده هذا متاع سيارة عنده متاع بيت عنده متاع بضاعة عنده متاع المتاع يعني من المتعة المتعة يعني الذي يتمتع وبه يمده ويترك بعد خلص هذا يسمون المتاع متاع لحياة الدنيا في الآخرة الآخرة دائمة جنات خالدين فيها ايشلون يتبيعون هذي بهذي إلا قليل بعدين يهددهم الله إلا تنفروا يعني إن لا إذا ما إلا تنفروا متهجمون متروحون للجهاد يعذبكم عذابا أليما إش وقد يعذبكم مكان يعني في الدنيا الروم رح يسيطرون عليكم عذاب أليم هذا لأن إذا أنتوا ما رحتوا ذلك رح يهجمون عليكم وعذاب أليم وطنكم يروح نسائكم تسبى أموالكم تسرق هذا الجحال عذاب أليم في الآخرة لأن الجهاد واجب وإنتوا ما أديتم الواجب يعذبكم عذابا أليما بعدين الله يقول أنا ما محتاج لكم ويستبدل قوما غيركم أنتم متروحون للجهاد الله يجيب ناس غيركم من وذول الناس؟ المؤرخون يقولون أهل اليمن أهل اليمن استوى بذهاب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب إلى اليمن صاروا مسلمين هذول أشداء يا قوياء قال هذول نجيبهم مكانكم الجهاد ذاك اليوم صار من المدينة ما صار من اليمن يعني ما يكون لا سلكي يخابرون أهل اليمن يجيون بس النبي يقول عدي الله يقول ما النبي إلا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا تضرون الله؟ ما هذا قدير يضر الله والله على كل شيء قدير الله قادر على أن ينصر رسوله طيب أما الموعظة الأخيرة عن الإمام الحسين ولكن الرواية من ابن عباس روا عبد الله بن عباس قال لي الحسين بن علي عليهم السلام يعني ينقل ابن عباس عن الإمام الحسين عليه السلام يا ابن عباس لا تتكلمن بما لا يعنيك هذا هواية مهمة بالنسبة إلى ديوانياتنا لما نقعد في الديوانيات في المجالس أكو أشياء ما تعنينا يعني ما يرتبط بي ليش نتكلم فيها لا تتكلمن بما لا يعنيك ليه يش خب أريد أحد شيء يشكل فإنني أخاف عليك الوزر كثير من الأشياء اللي واحد يتكلم إثم يصير عليك والناس تتنفر منه ويصيرون بعيدين عننا ما كدوا واحد ما إلى موضوع يهم ليش يتكلم فيه طيب إذا يعنيني شلون ولا تتكلمن بما يعنيك هاي شلون إذا ما يعنيني ما أتكلم وإذا يعنيني أيضا ما أتكلم ما يصير ولا تتكلمن بما يعنيك حتى إلى الشرط حتى ترى له موضعا إحنا قاعدين في مجلس مثلا حتى أشرح هذه العبارة قاعدين في مجلس أكو موضوع يعنيني يعني لازم أأمر بالمعروف أنهى عن المنكر أقول في شيء إذ أطالع الناس إذا شفت أكو إلى موضع تقبل أكو يفهمون كلامي أو يستهزئون بي إذا شفت إلى موقع إلى محل ذاك الوقت أتكلم هذه نصائح جدا مهمة اجتماعيا حتى ترى لا أقول ولا تمارين حليما ولا سفيا تمارين من المراء جدال صايفين بن ديوانيات جدال يصير نزاع يصير على موضوع حتى على بيع السمج تشايف أنا بابا إما هذا اللي تتماري وياه تتجادل إما حليم أو سفي حليم يعني شنو عاقل فاهم مؤدى استفيه لا ما قال قيمة ولا تمارين حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك حليم يفهم ومؤدى يسيقليك يعني يرد عليك بأدب يقالة يسموه أما استفيه شنو استفيه يصي عليك واستفيه يردك عفوا واستفيه يرديك يعني يهلكك يقوم يسبك مثلا صايرة هالشكل المؤدى هو ذلك الإنسان الذي يجلس في الديوانيات في المجالس يعرف قدره أكو في الحديث إهواي أنا أحب هذا الحديث رحم الله رحم الله من عرف قدره ولم يتعد حده كل واحد لازم يعرف حده قدره إذا عرف حده بعد ميت إذا عرف قدره عفوا واحد ما يعرف فيزياء الشوفة في الديوانية قاعد يحكي عن الفيزياء بابا أنت متفعل فيزياء ما عندي إلمان بالفقه يحكي عن الفقه برعي هكذا شنو رأيك هكذا الفقه إلى أصول أربعين سنة يدرسون وبعده موفقي أنا ما عندي إلمان بالفلك ليه أحكي في الفلك نعم ممكن أنقل شيء مثل ما انقلنا اليوم عن عدة الشهور أنقل في الشيء بسيط فلذلك الإنسان عندما يجلس في المجالس لازم يحترم نفسه يحترم نفسه ويعرف قدره ولم يتعد حتى الحديث طويل بعد الوقت انتهى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين وارحمنا بهم يا كريم اللهم وفقنا لما تحب وترلى اللهم اجعل عواقب وأمورنا خيرة اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اقضي حوائجنا اللهم اشفي مرضانا اليوم كثير اتصلوا بيه قالوا تروح للمجلس عندنا مرضى عندنا حاجات قالوا ان شاء الله فادعوا لهم لشفاء مرضاهم وقضاء حوائجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على محمد وعال محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الهدى